طيب هنروح للكرة الطائرة سيدات خلاص فيه الدورة لعب الترتيب اللي في الاول خده 8 فرق اتحاد الكرة الطائرة خد التمانية الكبار هيعمل ما بينهم دوري النادي الاعلي هاستهل مشواره بلقاء مع نادي الشمس بإذن الرحمن لجنة المسابقات باتحاد الكرة الطائرة اعلان الجدول مطشاط الفريق الاول لكرة الطائرة سيدات وكيادة طبعا مديره الفني الكابت الحمد الصافي الاهلي هابدأ مشواره مواجهة نادي الشمس اللي هتكون يوم 16 فبراير اللي احنا فيه بإذن الله الفترة دي من هنا لهناك عندنا راحة واول مطش يبقى 16 فبراير وهتكون منافسات قوية زي مولتر حضركم اللي قالنا خلاص دول التمانية الكبار ما عندكش مطش سهل في رقيتنا طبعا بفكر حضركم هي حصدت اول لقب هذا الموسم بالفوز على نادي الصيد في المباراة النهائية في بطولة السوبر اللي هيلعبها الرجال كمان اسبوع او عشر ايام بأمر الله السيدات اللي عبوها قبل الرجال وفوزنا بيها ودي كانت اول بطولة يحصدناها او يحصدنا السيدات هذا اللقب وان شاء الله هتمنى الفرق دول مع بعض وبعد كده هيخش على الدور اللي بعد كده الدوري برضو في كرة طائرة سيدات بقى قوي عندك النهاردة سبورتينج فريق قوي عندك السيدة عندك الزمالك فإذا الدوري السنة دي مش سهل وايضا كاس مش سهل بالمر فنتمنى التوفيق لان بدأت الكرة الرياضة النسائية سواء في اليد سيدات او كرة الطائرة السيدات بدأت طبعا تبقى فيها منافسة شارسة ولكن طبعا فتاة الزهب في كرة الطائرة يعني عندهم من الامكانيات والقدرة ان هم ان شاء الله يحسموا الالقاب القادمة بقيادة فنية كفء زي كابتن حمد الصافي اسطرتنا الكبيرة كده الحقيقة نكون خلصنا اخبارنا جوه النادي الاهلا